اشتركوا في القناة في الحال بالنسبة للموظف بسام أبو عرى سيكون لها تداعياتها بخاصة مع التزامه بدفع قرض شهري لأحد البنوك معظم الموظفين في فلسطين الآن مغدين كرود وكرود إما كرود لشراء بيوت أو شراء سيارات فكل الأحوال الظروف أصلا صعبة وعندما تكون أيضا هناك لا يوجد رواتب فيؤدي إلى زيادة الصعوبات على الموظف أو المواطن الفلسطيني وبرغم تقليل بعض القيادات الفلسطينية من قرار إسرائيل باعتبارها حريصة على وجود واستمرار السلطة الفلسطينية فإنها تدعو لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الواقع القادم والظروف التي سيكرسها لأن إسرائيل تريد لنا أن نخفض صقفنا السياسي وهذا الأمر لن يتم وهذا الأمر لن يتم بصمود شعبنا ونحن نعلم أنه ليس بالخبز ووحده يحيى الإنسان ولكن أيضا نعلم أن الخبز ضرورة مهمة لحياة الإنسان وبالتالي نريد أن نخلق هذا التزاوج بين احتياجاتنا الوطنية واحتياجاتنا الخدماتية والمعيشية ويبدو أن أكثر الخطوات إلحاحا برأي متابعين اقتصاديين البحث عن شبكة أمان عربية تحمي السلطة من التدهور والضعف أمان يبدو بعيد المنال في ظل مواقف الدول العربية السابقة والراهنة أنا الآن لتشغيل هذا الصندوق اللي هو بمقدار 100 مليون دولار شهريا حتى أنه يمكن السلطة من أداء واجباتها إضافة إلى ذلك إذا لم يتحقق هذا وأمل أنه يتحقق بدهت السلطة تقدم جزء من الرواتب لا تستطيع دفع جميع الرواتب وتمثل عائدات الضرائب أكثر من 40% من الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار وأكثر من ثلثي الإرادات الفلسطينية وهي الضرائب عن البضائع المستوردة وحركة الأفراد على المعابر وغيرها من رمالة أيسر البرغوثي تلفزيون وطن